اشتركوا في القناة هذه كميات الثلاثة كل كمية لها وحدة قياس خاصة بها وحدة قياس القوة هي النيوتن وحدة قياس الشحنة هي الكولوم وحدة قياس البعد هي المتر استاذ عوني شو نعرف بأنه هذا السؤال يخص قانون كولوم بالنسبة لسؤال قانون كولوم هو عبارة عن شحنتان يعني لازم بالسؤال عندك شحنتين وحدة موجرة واللخ سالبة وحدة سالبة واللخ موجرة المهم عندنا شحنتين الأولى مقدارها كيو وان والثانية مقدارها كيو تو وبيناتهم أكو بعد أو مسافة اللي هو آر واضح؟ فرح تتولد نتيجة هذا الاقتراب أو الابتعاد رح يتولد نتيجة هذا الشيء قوة تسمى قوة التجاذب أو التنافر بين الشحنات واضح؟ طبعا بالنسبة للشرح من الموضوع أنا شارحها بالمحاضرات السابقة بالقناة من اليوتيوب ولكن أنا دار دا سوي مراجعة فجاي أحكي باختصار فإذن أنا أول ما أشوف بالسؤال شو حنتين وبياناتهم بعد وأكو قوة إذن هذا يحكي على قانون كولوم زين شنو خطوات الحل؟ شا سوي؟ خطوات الحل خطوات الحل أولا أولا كتابة المعطيات كتابة المعطيات هاي الكتابة المعطيات أنت غير مطالب بيها يعني على يمين الصفحة تجرخط وتكتب أي شيء مذكور بالسؤال كأرقام واضح؟ حتى يتوضح لك الحل إضافة إلى شنسوي؟ نتخلص من باديئات نتخلص من باديئات الشحنة اللي يكيو والبعد اللي هو أر إذا وجدت إذا وجدت يعني أنا إذا شفت باديئة قبل الوحدة مال البعد اللي هي المتر لازم أتخلص منها وإذا شفت باديئة قبل الوحدة مال كولوم لازم أتخلص منها زين أستاذ شنو الباديئات يا أصلا الباديئات رح نستخدمها بكل القوانين تقريبا كل القوانين فمن هسا لازم تحفظها من البداية شنو الباديئات عندي سنتي سنتي اللي هو حرف سي وعندي ملي اللي هو أن وعندي مايكرو اللي هو مثل يو وفي ذي طويل وعندي بعض شنو نانو اللي هو أن سمو وبيكو اللي هو بي هاي الحروف هاي الحروف ودي تشوفها أمامك هسا أي وحدة منها إذا تيجي قبل الشحنة أول بعد لازم نتخلص من عدها زين من نتخلص من عدها شنسوي يعني إحنا هدفناها نقول شنسوي نعوض مايق يقابلهم يعني على سبيل المثال السنتي يقابلها 10 السالب والملي 10 السالب والمايكرو 10 السالب والنانو 10 السالب والبيكو 10 السالب زين أجي شون أحفظهم هذاني أرقام مو بس سالب تخلي يعني مثلا السنتي هي بالأصل سنتيمتر كم حروف حرفين لازم أضرو فيه 10 السالب 2 الملي كم حروف 3 10 السالب 3 المايكرو 6 حروف 1 2 3 4 5 6 إذن أضرو فيه 10 السالب 6 النانو بالانجليزي 9 إذن 10 السالب 9 البيكو هاي عليك كنته لازم تحفظها 10 السالب 2 عشاني حفظتك إذنني 1 2 3 4 هالأخيرة عليك الملي من اسمها كم حروف 3 10 السالب 3 المايكرو 6 حروف 10 السالب 6 النانو 9 9 بالانجليزي يعني 10 السالب 9 بيكو هاي عليك واضح زين نكتب فد مثال مثال بسيط نتخلص من عدة شون نتخلص من البادئة على سبيل المثال إذن مثلا فد رقم معين جانب السؤال للشحنة مثلا عدة شحنة الي ورمزها Q اجتني فرضة نقول 3 وهذا حرف اليو قلنا وبيدير طويل هو المايكرو كولون وشون نتخلص من عدها لازم اشأسوي شوف كل شي ينزل مثل ما هو الـ Q والثلاثة والـ C من هو راح تخلص منه من البادئة هاي البادئة لازم أحذفها شا ضيب بداها أضيب بداها لليقاب الاحتعال المايكرو كم حرف 6 لازم أضيف عشرة السالب 6 عشرة السالب 6 واضح زين مثلا نطيني مثال ثاني على البعد 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 فرضا R يساوينا مثلا 5 سنتيمتر زين كل شي همين راح ينزل نفسه R تنزل مثل ما هي الخمسة مثل ما هي M اللي هو المتر نزل مثل ما هي من اللي راح يروح بس السنتيمتر العفوان راح يروح زين شون اللي قابل السنتي هو موسم يعني حفين إذن في عشرة السالب 2 واضح لازم أعوض بدال السنتي هو عشرة والسالب 2 فصارت عدي هسا واضح وإن شاء الله من نحل المسائل راح تكون أوضح بعد إثنية شنسوي هسا احنا كتبنا المعطالات من الخطوة الأولى وبعدين تخلصنا من الباضيات هاي إذا وجدت نكتب القانون يا قانون نكتب قانون كولون بس أدي شرط شنو هذا الشرط إذا قال في السؤال شحنتان متماثلتان وإذا لم يقول وإذا لا يقول شوف عندنا شرط قبل ما نبدأ نحل السؤال لازم نفهمه شنو هذا الشرط شوف إذا قال في السؤال شحنتان متماثلتان يعني الشحنتين ذني مش شابهات بالمقدار يعني لـ Q1 يساوينا Q2 فهنا تقول لها بما أن متماثلتان إذن Q1 يساوينا Q2 وكل هن أقدر أسميهني Q مثل ما أساني يقول لك إذا عندك برياضيات X يساوينا X2 X1 يساوينا X2 ثانية نقدر نسميهن X X فنفس الحال بالنسبة للشحنات بقانون كولون إذا عندي الشحنة الأولى Q والشحنة الثانية Q إذن ثانية أقدر يساوينا Q إذن القانون ماتي شو رح يصير رح يصير F يساوينا K في Q تربيع على R تربيع بس تشوفون تطبيقه شارع يكون سهل هذا اجتنون واضح إذا قال في السؤال شحنتان متماثلتان أوكي وإذا لا يقول طبعا هنا هنا في السؤال لازم وإذا لا يقول زين إذا ما قال شحنتان متماثلتان مباشرة نطبق قانون كولون اللي أنت حافظت K Q1 في Q2 على R تربيع الفرق الوحيد بين هاي الجملة وهاي الجملة بأنه هنا فيناتهم أسميني Q تربيع هنا لا رح أسمي Q1 Q2 أوكي هاي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أريد نشوف شن المطلوب بالسؤال ثلاثة إذا المطلوب F شنسوي إذا المطلوب F نعوض المعطيات مباشرة نعوض المعطيات مباشرة إذا المطلوب مو F ش رح يطلب لو Q لو R إذا المطلوب لو Q أو R شنسوي أول شغلة قبل ما نعوض نضرب طرفين في وسطين نضرب طرفين في وسطين واضح؟ نضرب طرفين في وسطين وبعدها نعوض المعطيات واضح؟ أول شي نضرب الطرفين في وسطين وبعدها نعوض المعطيات اللي عندنا بالسؤال زين الخطوة الرابعة شنسوي نرتب المعادلة لست معوضة الأرقام اللي عندك بالسؤال أربعة نرتب المعادلة يعني الترتيب هذا حسب أنت كل واحد عنده طريقته برياضيات يعني هكتب هنا رياضيات وانت حر يعني بأي طريقة تعجبك تحل عادي كل من عنده طريقة مثلا شون يتعامل ويا الفارزة شون يتعامل ويا الأرقام أكو بهم يضرب بسط ومقام يكمل يضرب يقسم أكو لا يتقسم بعدين يضرب عادي كل صح عادي هنا هنا ملاحظة ملاحظة هم أضيفها لكم مهمة ملاحظة هاي همين يطلبها بالسؤال دورات يقول نوع القوة لمعرفة نوع القوة لمعرفة نوع القوة القوة بين الشحنات لو تجاذب لو تنافر وشون راح نعرف بأنه هي قوة تنافر لو تجاذب احنا مبدأيا نقدر نعرف أصلا من السؤال إذا شحنتين متماثلة يعني مش شابهة اثناتهم موجب عفوين أو اثناتهم سالب أكيد راح يتنافرون يبتعدون عن بعض وإذا واحدة منهم تختلف عن الثانية فرح يكون بيانات بقوة تجاذب بس احنا نريد نعرف مين من الأف 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 اللي هو القوة بالأخير إذا طلع موجب يعني تنافر إذن طلعت سالب القوة شنو تجاذب قوة بين الشحنات قوة تجاذب واضح إذا صار تعدي لأني الخطوات الأساسية حتى أحل بيها مساء المجموعة الأولى اللي هو مساء القانون كولون فسنا راح نبدأ ب المسائل الوزارية المهمة اللي تخص هذه المجموعة فعدنا هو السؤال ناخذة هو السؤال وزاري هذا السؤال الوزاري سنة 2019 بدور الثاني فيقول شحنتان نقطيتان متماثلتان احنا اتفقنا بأنه أول ما نقرأ شحنتان مباشرة نجع علي المجموعة الأولى اللي هي من قانون كولون فبداية نكتب المعطيات أول نقطة إثنى كتابة المعطيات المعطيات واضح هنا بينك و بين نفسك إذا أنت تنسى مثلا قل هيا مجموعة هيا مجموعة أولى المجموعة الآن يا حلب كم خطوة باربع خطوات واحد ثلاثة أربعة أول شي كتابة المعطيات زائد نتخلص من البادئات مالي كيو والآر إذا وجدت هنا لدينا شحنتان نقطيتان متماثلتان انتبع على هاي متماثلتان هاي تعتبر مضمن المعطيات مقدار كل منهما يعني كل واحدة بيهن إش قد ثلاثة في عشرة السالب تسعة كولوم طبعا هاي تلاثة في عشرة السالب تسعة كولوم والبعد اللي هو آر إش قد خمسة سنتيمتر المجهول شنو احسب القوة اللي هو الـ F قوة التنافر مجهولة فهس احنا نيجي ريد نحل هذا السؤال كتبنا المعطيات اكو خطوة بعد شغلة بالخطوة اللي هم سويها احنا لازم نتأكد بأنه الكيو و الآر هبادئات وما بيها الكيو بيها لا هي أصلا حرف واحد سي اللي هو الكولوم فعرفها مثل ما هو زين الـ R كم حرف بي بحرفين احنا لازم حرف واحد اللي هو بسمتر إذن لازم نتخلص من السي فهنان ما رح نسوي رح نكتب R نفس ما هي يساوي والخمسة تنزل مثل ما هي الـ M تنزل مثل ما هي من اللي رح يروح الـ C رح ينحذف زين الـ C إشقد معناه هو حرفين سم سنتيمتر مو سم فهنان عشر السالب الثنين لازم أعوّف بدال عشر السالب الثنين في عشر السالب الثنين واضح هاي أشطبها هاي كلها رح أشطبها ريش حتى لا أرجع عليها رحستخدم هاي الـ R واضح هسا هاي منهم هاي الخطوة الأولى هسا سويت عن الخطوة الأولى أجي على الخطوة الثانية الخطوة الثانية نكتب قانون كولوم شوف نكتب قانون كولوم إذا قال في السؤال شحنتان متماثلتان خلنا نمسحايا حتى نتخربطنا إذا قال شحنتان متماثلتان وذا لا يقول إذا قال شنقل لي إذن Q1 يسامنا Q2 يسامنا Q أوكي فهنان نقول لي بما أن الشحنتان متماثلتان إذن Q1 يسامنا Q2 وكلهم نقدر نقول عليهم Q واضح فإذن وقانون شنو رح يصير عدي F يسامنا K في Q تربيع علي من على R تربيع شوف هنا ف يسامنا K في Q تربيع على R تربيع إذن نحن يسامنا تربيع واضح فهناش رح نسوي بعدين ورها النقطة اللي بعدها يقول إذا المطلوب F نعوض المعطيات مباشرة أس المطلوب شنو F إذن مباشرة رح نعوض المعطيات F يساوي إذن الكي إحنا حضي أما هو أصلا نعطينا في السؤال 9 في 10 9 هذا ثابت كولون في شوف هناش رح أسوي رح أخلي الرقم داخل هذا القوس لأنه عدي تربيع هو 3 في 10 أس سالب 9 طبعا الوحدات ما نكتبهم نعوض بالأرقام داخل القانون وهنان لننسى نخلي التربيع وبعد أدي هنا قوس جو همين لازم أخلي به تربيع مال من مال آر واكتب الرقم هذا 5 في 10 أس سالب 2 5 10 2 واضح هسا أسوي هسا بدت أبدي وراء ما أعوض مو عوضت نرتب المعادلة لرياضيات هنا رياضيات كل من يحل بطريقة الخاصة أنا هسا أعلمك طريقة أسهل طريقة تستخدمها بحلقة شين هاي طريقة شوف أول شغلة لازم تعرف معلومة بأنه الأرقام تتعامل ويا الأرقام والصياغ الأسية تتعامل ويا الصياغ ويا الرقم اللي بصفة يعني شنون يعني مثلا هساني 9 في 10 9 ما لدي علاقة بيها تنزل مثل ما هي 9 في 10 9 هذاني الأقواس مبدئيا يا أما تقول 3 تربيع وال10 السالب 9 تربيع عند الرفع تضرب الأسس يا أما عندك طريقة أهميا أسهل بعد شو تقول أي قوس مرفوع للقوة اثنية مكررة يعني شنون قول 3 في 10 السالب 9 هاي أول وحدة في أكرر رنوب تلوخ 3 في 10 السالب 9 حتى ما أغلط وحتى الرقم ما تكبر يعني هنا ما يصير عندك خطأ مثلا كوناس يقول لي 3 تربيع 6 غلط هو تربيع 3 يعني 3 9 فأنت ليش تغلط أسهل لك تفتح القوس مرتين القوس الجوه مرفوع للقوة أما سأقول 5 في 10 السالب 2 5 طبعا هنا على مضرب في 10 السالب 2 حلو هسه عندي تعامل ويا الأرقام واحد وتعامل يو السياغ الأسية واحد مبدئيا هذا أول سؤال الآن يشرح لك بالتفصية ليش حتى باقي الأسئلة راح أمشي بها أسرع راح أقدم الأرقام كل اللي قدام وهذا شي مسموح في 3 في 3 يا الأرقام اللي قدمتم اللي قدام هذا وهذا وهذا راح أخر الصياغ الأسية أبدأ من هذا هذا اللي عفته 10 9 موجب طبعا في 10 السالب 9 سالب في 10 السالب 9 حلو الجو عندك 5 في 5 الأرقام قدنت هنذين الثنين وأخر الصياغ الأسية 10 السالب 2 في 10 السالب 2 الضرب عملية بدالية يعني إذا تأخر أرقام وتقدم ما لدي مشكلة بس جريد أفهمك شن الأرقام راح نتعامل له واحد والصي ي واحد كأن هذول ما علاقة بدولي زين أنا هنا هس أباوع إذا عندي اختصار بين الوسط والمقام اختصر يعني إذا زوجي بزوجي أقدر أختصر هنا الأرقام ما تقبل القسم فلازم نضرب واضح عندي هنا أول ما أضرب الأرقام الصغيرة يعني 3 في 3 9 حتى يصير عندي الضرع 3 في 3 9 في 9 81 81 في هنا عندي فتفقرة برياضيات بأنه أي رقم مرفوع لقوة معينة موجبة مضروف في الرقم نفس مرفوع لقوة سالبة يختصر لأن قيمتهم واحد حلو يعني على سبيل المثال لو عندي 10 أس سالب مثلا 2 في 10 أس موجبة 2 جاءت قيمتهم 1 فأنا أقول هذا يروح إلى هذا له السبب مو يعني صفر وإنما قيمتهم 1 بوضرب الواحد ما لقي من خلي أو من خلي نفس الشي فهنان رح يبقى أدي 10 أس سالب 9 فهنان رح أضيف 10 أس سالب 9 الجو أدي 5 في 5 25 في 10 السالب 2 في 10 السالب 2 10 السالب 4 لأنه عندها ضرب تجمع الأسس حلو يعني هنا عدنا 10 السالب 2 في 10 السالب 2 معناها 10 السالب 2 ناقص 2 يسبب 10 السالب 4 لأن الإشارات مشابه نجمع حس نجي 81 على 25 رح نقسمها قسمة طويلة وبالنسبة بإذن الأرقام همين ستعاملوها واحد فبالبدالي يختصر بإذن الأرقام اللي صاير بحث 81 على 25 81 على 25 أول شي 81 بها كم 25 بها تقريبا 3 3 في 25 75 هس نقول نطرح أول شي نقسم بعدين نظره بعدين نطرح 81 ناقص 75 عندك هذا الواحد ناقص 5 ما بي هذا يصير 10 يداين واحد منه هذا يصير 7 فعندك أسه نقول 6 على 25 ما بي نضيف فارزة ننزل صفر 60 على 25 بيها 2 2 في 25 50 أسه نطرح 60 ناقص 50 10 10 على 25 ما بيها مو تساعد فارزة انت ساعدت مرة بس أول صفر إليك مسموح بالخانة نفسها هاي فهنون يقول 100 على 25 بيها 4 4 في 25 مين أسه هنا صفرة القسمة فإذن ناتج 81 على 25 ووجقة 3 2 4 في باع مو بقى فوق 10 على 9 زيان عدي معلومة هنان نعرفها إحنا المفروض اللي هو الصيغة الأسية ممكن أساعدها للبص بس لازم أقلب الإشارة نقلب إشارة منه الأس يعني الأس إذا كان موجب يصير سالب وإذا سالب يصير موجب فهنان أش رح يصعدي فيه 10 أس هي سالب 4 تساعد فوق شا صير موجب 4 بعد عدي صيغة أسية اثنيا لازم أبقي بس وحدة أنتو كيفكم تريدون مباشرة تقول الإشارات مختلفة ونطرح زيان عيني أو مثلا تسويها بهالطريقة هم صحيحة سالب 9 زائد 4 يعني نصير لك خطوتين في 10 ناخد إشارة كبيرة نطرح 9 ناقص 4 5 والوحدة ما للطوة شنو نيوتن واضح؟ هذا الحل ما الأول سؤال هو صح صار طويل وفصلنا أكثر من اللازم بس شنو نحن دائما أول سؤال وشوي يصير مراجعة بكل المعلومات فالباقي الأسئلة ستكون إن شاء الله أسهل هذا بالنسبة للسؤال الأول اللي أخذناه 2019 بالدور الثاني ننتقل على سؤال آخر سؤال آخر بفكرة تختلف أكيد عن فكرة هاي هذا السؤال مثلا ناخذ هذا 2018 بالدور الثالث ورد 2018 بالدور الثالث السؤال أول مريض أحلى شحنتان مباشرة هذا عليها مجموعة ينحل على المجموعة الأولى ما كولوم المجموعة الأولى كم خطوة أربع خطوات أول خطوة كتابة المعضيات زين متما ثلتان بقع مباشرة هالستة قدك هاي معلومة لازم تكتبها متما ثلتان زين هاي معلومة لازم تكتبها مقدار كل منهما إذن كيو جقد هي خمسة في عشرة أس سالب تسعة كولوم يعني كل واحدة من أدن هي خمسة في عشرة أس سالب تسعة كولوم والكيو وان والكيو تو إذا كامت قوة التنافر بينهما الاف جقد ميتين وخمسة وعشرين في عشرة أس سالب خمسة نيوتن زين احسب البعد بين مركز الشحنتين أو بين الشحنتين يعني البعد هو المجهول هاي النقطة الأولى احنا كمناها لو بعد لا بعد رازم انشيك فتشغلت بأنه الكيو والآر بيهم باديئات باع الكيو بها بس سي حرف واحد اللي هو الكولوم إذن هي أساسية احنا الآر هو أصلا مطلوب وẤن مباشرة إحنا نبدي بيهم بالقانون بس قبل كل شي لازم نعرف بأنه القانون مالتنا نكتب ياهو إذا قال شحنتان متماثلتان لو إذا لا يقول إنه قال متماثلتان إذن لازم نقول ل Based-B tool Q1 يساوينا Q2 يساوينا Q نقول لها بما أنه شحنتان متماثلتان إذن Q1 يساوينا Q2 و يساوينا Q القانون ما تشرح يكون إذن F يساوين كي في كيو تربيع على آر تربيع هلو زين أجي هسا العليمين على الخطوة اللي بعدها خطوة رقم أربعة يقول إذا المطلوب أف نعوض المعطيات مباشرة بس إذا المطلوب كيو أو آر نضرب طرفين في وسطين وبعدها نعوض المعطيات هسا المطلوب بينه الآر أوكي فهناه لازم شلسة بأضرب طرفين في وسطين هذا الحرف أي حرف ماكوشي جواه مقامة واحد أضرب بسط الأول في مقام الثاني وبسط الثاني في مقام الأول أو بالعكس هي نفس الشي فهنانا راح نقول هذا في هذا أول شي F في R تربيع يساوي يساوي واحد في كي في كيو واحد في كي الواحد ما نكتبه في كيو تربيع حلو أنا شون اللي أريده أريده لكي ال R تربيع مو أريد ال R أفتح خط كسر حتى تخلص من اللي بصفة بما أنه أكوبيناتهم عمليات ضروب لازم شون تخلص من اللي بها طريقة أفتح كسر المضروب بالمجهول منه F وإن نزله بالمقام وهذا الكمية كلها تبقوين بالبسط حلو حسا ال R تربيع هو K في كيو تربيع على F زين حسا نجي شنسوي نعوض وراء ما نسوي طرفه في وسطين جاي لك هنا وبعدها نعوض المعطيات حسا نجي نعوض المعطيات المعطيات ما لدينا شون عدنا عدنا الكي حافظي 9 في 10 9 أو يطيكها بالسؤال في الكيو 5 في 10 سالب 9 بس شنو بين قوسين تربيع 5 في 10 سالب 9 بين قوسين تربيع لأنه هو أصلا بيتربيع على ال F ال F قاعد 225 في 10 سالب 5 أوكي انيوه تلقي انتوين من كتبة إذن R تربيع يساوي إنا R تربيع يساوي إنا قلنا أول شي نفتح الأقواس إذن ليسا نتعامل ويوم نسويه في هذا القوس ما نفتحه يا أما تربع كل رقم واحد يا أما تكرر القوس يعني أنا أفضل تكرر القوس حتى لات غلط في 10 السالب 9 في 5 في 10 السالب 9 كتبتها 20 ورفعت القوس على الشجر على 225 في 10 السالب 5 حسا احنا نتعامل ويوم الارقام 1 ويوم السيارة 1 اه ايش راح نسوي نقدر يا أما مباشرة يعني نضربهم دني الأرقام الفوك سوية بالبسط مثلا 9 آس 9 9 ويومن ويوم 5 ويوم 5 هاي الثانية أما تقدمهم عادي لا يوجد مشكلة و تأخذني الصياغ الأسياء فهنا إذا أضربتهم أنا مثلا 5 في 5 عمد أسوي أكثر من طريقة رياضيات حتى تتعرف على كل طور 5 في 5 و 25 في 9 فهنا أضرب على صفحة 25 في 9 9 في 5 و 45 9 في 2 و 18 و 4 و 22 فهنا أصار عدي 200 و 25 فهنا نزل الصيغ الأسياء العدي مباشرة هذه عدي 10 أس موجب 9 تروح إلى 10 أس سالب 9 فهنا يبقى عدي بس 10 أس سالب 9 هذا بالأخير حلو؟ بني ثلاث عشرات مرفوع على القوة هذه موجب 9 تروح إلى 10 أس سالب 9 لأنه إذا موجب و سالب كنا نتعرف على الداخل الثاني هنا على 225 في 10 أس سالب 5 عدنا اختصار هذه 225 تروح إلى 225 وبالنسبة إلى 10 أس سالب 5 سأصعدها أين بالبسط و نقلب الإشارة نقلب إشارة الأس جيد فهنا سيصر عدي سيصر عدي R تربيع يساوي أنه 10 أس سالب 9 في 10 أس موجب 5 إذن R تربيع يساوي أنه عند الضرب تجمع الأسس هنا الإشارات مختلفة نافذ إشارة كبيرة اللي هو السالب ما للتسعة و نطرح تسعة ناقص خمسة أربعة هنا عندي R تربيع شونا تخلص من التربيع اللي على الحرف؟ هاي ثاب تحفظها نجذر الطرفين نجذر الطرفين من نجذر الطرفين هذا الجذر رح يابك للتربيع يعني هي تشبه الحالة هذا الجذر رح يابك للتربيع وهذا يستر تحت الجذر جذر العشرة السالب أربعة R يساوي أنه عشرة السالب 2 والوحدة متر لماذا؟ دائماً جذر الصيغة الأسية الأسماء لها نقسم على 2 يعني إذا 4 يستر جد سالب 2 إذا 10 يستر سالب 5 فدائماً هنا رح تكون الأقام الزوجية لا تخاف ما يجيك رقم فردي حتى يطلع من ثنتين ونص ثلاث ونص فهنا هنا أربعة، ستة، ثمانية دائماً الجذر ما لشنو هو نصة هاي بالنسبة للسؤال اللي ورد 2018 بالدور الثالث فننتقل إلى سؤال آخر إلى سؤال آخر طبعاً هو بي أفكار هواية في الهسر دائماً طرق كل الأفكار السؤال هذا 2019 بالدور الأول السؤال شوحنتان كهربائيتان؟ إذاً هذا يا مجموع 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 أولى اللي يخص قون كولوم كم خطوة أحلة؟ باربع خطوات أول خطوة كتابة المعطيات والمطاليب ونتخلص من البادئات فأول خطوة هي معطيات المعطيات العدي نقاطيتان متماثلتان متماثلتان هاي أخليها ببالي حتى تعرف مقدار قوة التنافر بينهما الـF 81 في عشرة السالب 7 نيوتن وكان البعد بينهما يعني الـR 10 سنتيمتر أحسب مقدار شحنة كل منهما يعني المجهول هو Q1 وبعد Q2 هذا السؤال حلو طبعا انتبهتوا على فتة فقرة داما أبو الوزاري يميل الموضوع الشحنات المتماثلة فنتبه على الفقرة هاي حسنا كتبنا المعطيات حلو؟ ولازم نتخلص من من البادئات إذا لقناه هين؟ لو بالـQ و لو بالـR بالنسبة لـQ هو طالبها فقط نباوع على الـR الـR أساسية متر بالمتر لا سنتيمتر إذن لازم نتخلص من عندها الـR تنزل مثل ما هي والرقم ينزل مثل ما هو عفوا موجب واحد هاي هنا R يساوينا 10 ما الرقم نفسه وهذا المتر في عشرة السالب اثنين لا معكم علاقة بها فهنا هنا عدي هاي أس واحد موجب واحد وهاي صارت أسهة أي رقم طبعا قلنا ما بي أس هو موجب واحد والرقم اللي بي أس هذا هو بعد هو بي أس فهنا موجب واحد وثنين R يساوينا اختصم هاي ساويين واحدة أخذ إشارتي الكبير واطرح اثنين ناقص واحد واحد والوحدة متر راح استخدم هاي أي وحدة قبلها R ما استخدمها يعني هاي أنا أشطبها هاي ما نعلقة بها هاي ما نعلقة بها راح نستخدم هاي اللي توصلنا لها هاي بالنسبة للنقطة اللي قولة النقطة الثانية نكتب قانون column بس إذا متماثلات شنسوي إذا قال متماثلات نقوله بما أن الشحنتان متماثلتان إذن F يساوينا القانون طبعا قبلها نكتب لك Q1 يساوينا Q2 ويساوينا Q يصير K في Q تربيع على R تربيع أوكي؟ حفظوه أحسن هسه بعده شي يقول يقول إذا المطلوب F نعوض المعطيات مباشرة إذا المطلوب Q أو R نضرب طرفين في وسطين وبعدها نعوض المعطيات فس المطلوب هو مو F يعني مطلوبها Q1 و Q2 فهن لازم شنسوي نضرب طرفين في وسطين دائما هذا مقام شقيت واحد إحنا شرح نسويها المرة نضرب هذه الجهة بهذه الجهة وهذه الجهة بهذه الجهة بالبداية يعني ما واحد في K في Q تربيع K Q تربيع الواحد ما لدي قيمة من كتبه F R تربيع دائما نخلي الجهة الأولى اللي بيها المجهول يعني قبي شوية من لأن الـ R مجهولة ضربت هذا الطرف هو الشيء حتى يسرهم منها من على اليسار المطلوب نزله والمضلوب بالمطلوب وأنا ودي بالمقام وهذه الجهة كلها تنزل بالبسط ما من علاقة بها هسه نعوض نعوض هذا طبعا Q تربيع الـ F تربيع في 10 أس سالب 7 في أفتح قوس هنا تربيع هنا عندي تربيع R 10 والسالب 1 على K 9 في 10 أس موجب 9 إذن Q تربيع يساوي أنه الآن نحن نباوع لدينا اختصارات هذا الـ 9 وهي الـ 81 وهي الـ 1 وهي الـ 9 سنزلها الـ 9 نزلناه فيه 10 أس سالب 7 تنزله فيه هذا كرر مرتين قلنا 10 أس سالب 1 فيه 10 أس سالب 1 لأنه تربيع عدي إذا شلت التربيع أكرر القوس هذه 10 أس سالب 9 هي موجب إذا سعدت بالبصص سالب لازم نقله بالإشارة سالب 9 حلو؟ الآن شنو عدي عدي إذن Q تربيع يساوي أنه التسعة من العلاقة بها تنزل لا يوجد أي رقم حتى يتعاملوا له بعد نتعامل بس إلى الأسس فإذن كلهم سالب إذن كلنا نجمعهم حلو؟ إن كل الإشارات مشابهة عندها ضربة تجمع الأسس إذن هنا الإشارات متشابهة فإجمعهم يعني تقول سالب 7 وسالب 1 وسالب 1 وسالب 9 7 1 8 9 سالب 18 جذر التسعة ثلاثة في جذر أي صيغة الأسية هو الصيغة الأسية نفسها لكن الأس مالها قسم على ثين 18 على ثين تسعة والوحدة مال الشحنة هي كولون هذه هي الـ Q بداية نحنا جعلنا الـ Q ها شيساوي مو Q1 و Q2 إذن بس هنا تخليل يساوي أنه Q1 و يساوي أنه Q2 واضح؟ هذا بالنسبة للسؤال الذي ورد سنة 2019 في الدور الأول أسا طرقنا ثلاث أفكار مختلفة الفكرة الأولى كانت بيها الأف مجهولة أول سؤال في 2019 بالدور الثاني واضطرقنا السؤال اللي بعده هو بـ R مجهولة البعد واضطرقنا إلى سؤال ثالث في 2019 بالدور الأول بـ Q مجهولة بس هنا الـ Q متماثلات واضح؟ الآن أقفت فقرة أهميني هذا آخر السؤال نهضة بكولون حتى أسويكم كل الفرات الموجودة القوية بكولون ماذا؟ هذا لدينا هذا وأكو واحد لأخ فهنا نعدي هذا السؤال 2016 بالدور الثاني هذا السؤال الوزاري سؤال الوزاري دور ثاني هذا السؤال شي يقول وضعت الشحنة اختبارية موجبة مقدارها أنا هسا أول شغلة لازم أكتب معطياتي طبعا كلها مطلوب منك المعطيات في كل مسال المعطيات بس أنا حتى الآن ما أعرف أنه هذا دايحتي كولونمش دايحتي دايحتي على غير قانون مثل ما المجال أم بي شحنة وضعت شحنة اختبارية موجبة مقدارها هجية اربعة ماكرو كولونم هاي كيوي يقل إنا أربعة ماكرو كولونم على بعد there الغير حكيد ثلاثة سنتيمترا من شحنة نقطية موجبة اخرى أشوف السؤال كانت شحنة بالسؤال هاي كيو وان هاي كيو تو بالدت جديد للأ Each column وهي المجموعة الأولى التي تنحل بكم خطوة أول خطوة كتابة المعطيات وتخلص من الباديات مقدارها اللي9 احسب مقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة الأولى على الثانية يعني يريد ال-F احسب مقدار القوة اللي تؤثر بها الشحنة الأولى على الثانية هنا نشيسه بس تخليه لـ 1-2 من يذكر هو بأنه يريد القوة فقط قوة التنافر والتجاذب بتكتب 1-2 حتى لو ما تكتبها همين ما راح ينقصك بس بالمثال ما للكتاب مطلب يقول احسب مقدار القوة اللي تؤثر بها الشحنة الأولى على الثانية خال F12 ومعوض ال-Q أول شيء الأولى بعد الثانية بالخطوة اللي بعدها والمطلب البعده يقول اريد القوة اللي تؤثر بها الشحنة الثانية على الأولى فش نمسوي هو؟ نمسوي كلها نفس القوانين بس كاتب 2-1 ومعوض Q2 بعدين Q1 والناتج واصلا لازم يطلع نفسه يعني هي أصلا القوة متساوية اللي تؤثر بها الشحنة الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى فهنا نشاهد الكلام بأنه لازم أنت تخلي 1-2 ودعما خلت مراحي نفسك بس نحن للأمان حتى نطمئن نخلي 1-2 هو المجهول ها ما نعلاقة بها هاي كنا أول شغل نكتب المعطيات ونعرف شنو المطلوب وهناش قايل وما نوعها 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 حلو صار هذا المطلب اللي بالملاحظة حسنا نجع ليعود فهنا قبل ما ننتقل للخطوة اللي بعدها الثانية عندنا شيء أضافي يقول لك زائد شنو نتخلص من بادئات الـ Q والـ R إذا وجدت فهيسا جاباوا على الـ Q هاي الـ Q1 بيها بادئة لو ما بيها بيها لأنها بـ C لازم بهذا الحرف اللي قبل لازم أتخلص منه هذا اللاتيني اللي هو المايكرو الأربعة تنزل والـ C ينزل المايكرو تنحدث شنو نضع في بادئة لأنها ستة حروف إذن عشرة السالب ستة زين نجي على الوراء الـ R جيد ثلاثة سنتيمتر الـ R جيد ثلاثة سنتيمتر هم نفس الحالة لازم ثلاثة متر إذن أتخلص من السي هذا اللي هو سنتيمتر حرفين عشرة السالب ثنين الـ Q2 همنا بالمايكرو اثنين لازم يوقع بس كولوم فراح أحذف في المايكرو أضيب بالدالة شنو عشرة السالب ستة فهنانا هسا شنو عدي عدي صالة الأمور جاهزة الـ Q والـ R كلها بوحداتها الأساسية هاي ننتقل للمن للخطوة الثانية الخطوة الثانية اشي تقول تقول نكتب قانون كولوم بس إذا متماثلات نكتب ياهود نكتب هذا الـ K Q تربيع على R تربيع إذا ما يقول متماثلات إذا لا يقول نكتب قانون الرئيسي هذا السؤال ما قال متماثلات وأصلا هي متماثلات هاي أربعة هاي اثنيين أوكي فإذا راحش نكتب راح نكتب قانون كولوم الرئيسي اللي هو F يساوي إني K في Q1 في Q2 على R تربيع زين F ها قبل هو أصلا رائد الـ F لو ما رائد الـ F كان سويا طرفيا في وسطين تريد تعوض الأرقام إذا طالب منك بالأسئلة الفاتث مثلا عندك هسا هذا هذا السؤال القبلي مو إحنا كان مطلوب من عندنا Q تربيع نازم نطلعها استواتها أني ضرب الطرفين في وسطين خليتها وحدها يلا بعدين أعوضت الأرقام تريد تعوض الأرقام بعدين تسبب طرفين في وسطين إذا أنت مصيفر كلش برياضيات آني أدأس بها حتى أطمئن بأنه متغلط أضرب الحروف وبقي الحرف اللي تريده على يساعة إذن F يساوي إني الكي 9 في 10 إستسعة موجب أكي في الـ Q1 أحضرناها جديدة إذن أصبح مين باوة عليها انتهت أكي 4 في 10 6 4 في 10 السالب 6 على الـ Q1 في Q2 2 في 10 السالب 6 2 في 10 السالب 6 على الـ R تربيع لازم أخليه داخل قوس وأخليه تربيع إنه بقانون في تربيع بس الـ R واحده جوا بالقوس 3 في 10 السالب 2 هسه شأسوي أفتح القوس الموجود بالمقام واذا تريد قدم الأرقام يعني هنا أنا عندك 9 في هذه 9 وها 4 وها 2 قدمهم فهذا 4 في 2 إيش بقالي بقالي هنا أنا 10 على 9 معجب في 10 على 6000 x 6 Kakla 6 أخرت了 الصيغة الأسية orama هذه الصيغة الأسية أخرتهم قدمت الأرقام حتى كنت أشترك حتى الضتكرك عمل يا 1 هذا الرقم سنكرر سيص так Ye3 x 10 على 2000 3 x 10 على 2000 لأنه رفع القوة تربية نش pulling sm نكرر الغوص. يوم ما تربع كل واحد بأحل بكيبة كده. نفس الشي. هس اقدر اختصر. عندنا هاي ثلاثة في ثلاثة هي تسعة. حلو؟ وهي عدي تسعة بالبسط. اذا اقدر اقول هاي ثلاثة في ثلاثة هي مو تسعة. تروحي هاي تسعة. شو يبقى عدي بالبسط؟ اذا ف هي ساوينا. يبقى عدي أربعة في ثنين. نجد ثمانين. في عشرة أس تسعة وسالب ستة وسالب ستة. يعني شو رح يصير بابا. عشرة أس يعني موجب تسعة ناقص ستة ناقص ستة عشرة أس سالب الثنين بعمل عشرة أس سالب الثنين. عشرة أس سالب الثنين عشرة أس سالب الثنين عشرة أس سالب الثنين عشرة اقصر عدد the F يساوينا. ثمانية في عشرة اس ستة. ثلاثة ثلاثة ناقص ستي سالب ثلاثة. نتبع عمليوا الفقر هاي يعني estructural تقفل مثال هناهة برياضيات. تسعة ناقص ستة ناقص ناقص ستة. ما سيساوي? عوف الناقص التوخص هاي الأخيرة. نن�0 نفسي نقطع 6 ثلاثة. ها هي موجب وهي سالب نأخذ إشارتي كبيرة ونطرح 6 ناقص 3 ثلاثة فهنا يصير أدي سالب 3 جو أدي 10 أس سالب 4 ليه يشنين سالب 2 وسالب 2 سالب 4 هسه شا سوي أصعد 10 أس سالب 4 أين بالبسط وأقلب الإشارة فهي ساعد F يساوي إنا 8 في 10 أس سالب 3 في 10 أس موجب 4 إذن F تساوي إنا 8 تنزل في 10 أس سالب 3 ونوجب 4 أخذ إشارتي كبيرة وأطرح أقول 4 ناقص 3 واحد هذا أي شيء أس واحد أي شيء يعني مثلا 100 أس ما أس واحد هو 100 يعني رقم نفسه فهناك إنما الواحد ما موجود وأصلا كل الرقم مرفوع للقوة واحد شيء طبيعي فهناك إنما 8 في 10 أس سالب 80 إذن F يساوي إنا 80 وذا وصلت هنا وكتبت نيوتن هم صح زين أنا كاتبك ملاحظة هنا شو تقول تبع عليها تقول لي معرفة نوع القوة إذا كان الـ F موجب إذن قوة تنافر وذا الـ F سالب قوة تجارب زين الأفشون طلعت طلعت موجب إذن قوة تنافر وأصلا من البداية نعرف هي قوة تنافر لأنها موجبة وهاها موجبة الشحنين بس هناك تب نوع القوة قوة تنافر حتى تأخذ درجة كاملة طبعا مجرد ترتيب رياضيات هو قانون سهل ما بيشي كفيسي هذا السؤال اللي ولد سنة 2016 بدور الأول عفوا لا عفوا دور ثاني هذا حسنا أدي سؤال الأهمية مهم بخصص قانون كولوم هذا السؤال ورد مرة وحدة وزاريا هذا السؤال ورد مرة وحدة وزاريا بعد ما ورد بالـ 2016 بدور الثالث ويعتبر سؤال يعني مهم جدا فتنتبونا عليه هذا آخر السؤال وننتقل على قانون اللي بعده حتى نغطي كل الأفكار اللي يشوف نفسه قوي بقانون كولوم يعني عاد يقدر يقدر يقدم الفيديو ماكو مشكلة هنا أدي هذا السؤال السؤال هذا شوكت عفوا 2016 بالدور الثالث هذا السؤال وضعت شحنة كهربائية وقطعية موجبة مقدارها 5 في 10 سالب 6 كولوم بالقرب من شحنة كهربائية موجبة أخرى مباشرة هذا يا مجموعة أولى ما القانون كولوم اللي وين حل بتم خطوة بربع خطوات أول خطوة كتابة المعطيات المعطيات نازل نكتب المعطيات شو نعدي معطيات أول وحدة شحنة هي من حرف السي أنت تعرفها أسطين الـ Q1 يساوينا 5 في 10 السالب 6 كولوم بالقرب من شحنة كهربائية موجبة أخرى على بعد 10 سنتيمتر البعد هشقيت طبعا هنا ما ذكر الشحنة الثانية نتبه 10 سنتيمتر بتأثرت الشحنة الأولى على الشحنة الثانية بقوة الـ F مقدار هشقيت مقدارها 27 نيوتن أحسب مقدار الشحنة الثانية المجهول منه الـ Q2 أوكي الـ Q2 هي المجهولة فهنا هل أجهة السي وحدة وحدة قبل ما أنتقل للخطوة الثانية لازم شا سوي لازم أشوف الوحدات ما في أساسية لو لا الـ Q كولوم حلو عبر على الـ R الـ R بالمتر لا أكو حرف قبل الـ M لازم أتخلص منه إذن الـ R ينزل مثل ما هو والـ 10 تنزل مثل ما هي والـ M تنزل مثل ما هي أحذف الـ C وضيف اللي قابلة اللي قابلة منه 10 السالب 2 حلو السالب حتى لا نحتاجين هنا قدنا من المطيات ملحي فهسا نيجي على وحدة وحدة الـ R هسا اكتملت ما عندي مشكلة بيها الـ R اكتملت الـ Q أهمي أنه هي أصلاً بالكولوم أنا الـ F ناطين ياه نيوتن مهلا الـ F عادة ما يغير أصلاً ما يقدر يغيرها يجي بالتغييره بالـ Q لأول R فالـ Q تربيه هنالش راح أسويه قلنا إحنا نكتب إذا جاني طالب من عندي F نعوض المعطيات مباشرة إذا المطلوب Q أو R نضر الطرفين في وسطين وبعدها نعوض المعطيات بس أكو قبلها شغضي هنا قال متماثلتان لا إذن يا قانون راح أطبق أطبق هذا هو أصلاً لازم تطبق هذا لأن الـ Q الـ 1 عندك والـ Q 2 ما عندك فهنانا هو ما قاعد لك متماثلتان علي من تجي مباشرة نجعل هذا القانون فتقول للـ F هنا شي ساوي أنه K في Q 1 في Q 2 على R تلبي زيان هسا النقطة اللي بعدها الثالثة إذا المطلوب F نعوض المعطيات مباشرة إذا المطلوب Q أو R نضرق طرفين في وسطين هنا المطلوب Q إذا نضرق طرفين في وسطين هذا مقام جيد 1 أول شيء أضربي يا طرف كيفك تريد هذا تريد هذا بس أنا أفضل الطرف اللي بين المجهول يعني هذا الطرف واحد فيه K الواحد ما ينكتبه K في Q 1 في Q 2 يساوي أنه F في R تلبي هسا المجهول من أين هو Q 2 صح المضروب بالمجهول أن نزله بالمقام K في Q 1 مو هذا المضروب بالمجهول أو لا الحرفين نزلتهم أين بالمقام وذي تشجههم مثل ما هي نزلها بالبسط هسا شي ساوي نعوض أنا أشوف ترتب الحروف يلا تعوض الأرقام أفضل لك حتى لا تغلط الـ F جهدنا أعطينا 27 في R تربيع لازم تخليها داخل القوس طبعا هنا نقدر نرتبها قبل ما ندخلها هي 10 اس موجب واحد هاي ونضروبها في 10 سالب اثنين ناخذ إشارة الكبير السالب ونطرح رسل 10 السالب واحد متر هنا 10 السالب واحد داخل القوس تربيع على K اللي هو 9 في 10 اس 9 في Q 1 جهد 5 في 10 اس سالب 6 ثاني حسا الدكتة هاي خيارات نحن نمشي على طريقتنا Q تربيع يساوينا نفتح القوس اول شي في 10 السالب واحد في 10 السالب واحد هنا نعدي رقمين أقدمهم 9 في 5 دارد أرتب الأرقام حتى أعرف شاوي 10 السالب موجب في 10 السالب 6 تقدر تختصر طبعا قبل ما تقدم عادي يعني 9 و 27 مو مشكلة على 9 هي بها واحد على 9 يجد بها بها 3 فبقى يجد 3 على 5 انتبع علي شوف هنا إذن Q تربيع يساوينا شنو 3 على 5 هسا أذنين هنا 10 السالب واحد في 10 السالب واحد 10 السالب اثنين لأنه عندها ضرب تجمع الأسس والشارات مش شابه النجمع في 10 اسموجب 9 بسالب 6 إذن ناخذ شارف الكبير إذن موجب ونطرح 9 ناقص 3 عفوا 9 ناقص 6 ثلاثة حلو حسنا نقسم 3 على 5 قسمة طويلة نانا على صفحة 3 تقسيم 5 3 على 5 ما بها نضيف فارز ننزل 0 30 على 5 بها 6 6 في 5 30 هنا صفرة القسم إذن Q2 تساوينا 0 0 6 هذا تقسيم 3 على 5 في 10 السالب اثنين بالبسط هذه ساعدها فوق ساقل بشارتها شصر 2 يساوينا 0.6 في 10 أس هنا ضربة إجمع إجمع 22 35 والوحدة هنا كولوم هذا أصعب سؤال تقريبا يعني السؤال الوحيد الذي جاء بأنه واحدة من الشحنات مجهولة دعونا نرى هنا بها المجال ما القانون مجال الكهربائي بسم الله الرحمن المجموعة ثانية اللي بيها قانون المجال الكهربائي قانون المجال كهربائي زين المجال الكهربائي هنا عندي يعني لازم أنطقي دليل السؤال شين هو السؤال بأنه بي شحنة تدخل بمجال شحنة ثانية يعني شلون عدنا شحنة وحدة أصلا بالسؤال رح يطيك شحنة على سبيل المثال نقول هاي موجة بفرضا هاي الشحنة هي ساكنة نقول موجبة مثلا طبعا المجال هو هذا تجاه مجال يكون خارج من الشحنة أوكي إلى الخارج مو داخل الشحنة فهنان فرضا لو دخلنا شحنة اختبارية موجبة اسمها Q فتحة هاي Q فتحة من تدخل داخل المجال هذا المجال الكهربائي لوئي راح إذا هذا ابتعدت مثلا وصلت لهنا نقول ابتعدت إذن هذا الشحنة هاي الموجودة هنا شنو موجبة يعني إحنا نقدر نختبر بها هاي الشحنة شنو إذا بتعدت لأن هاي نعرف ها 100% هي تكون موجبة فإذا بتعدت إذن هاي موجبة إذا اقتربت إذن هاي سالبة واضح هاي الفكرة ما القانون المجال الكهربائي زيان هنا الابتعاد مال راح هيأثر عليها بقوة هي لي F أوكي فحتى تحفظ القانون هذا شون تحفظي تحفظي على صيغة مثلث هذا الجوكر مال المجال الي هو باوع هاي الشحنة هاي الشحنة من دخلت بداخل المجال فهاي ضاجت دفعتها هذا الاتجاه فمن وصلت له أنا قلت له قلت له هذا المجال كافي يعني شون ضايقتها هذا المجال كافي هذا المجال كافي فهنا رح نحفظ القانون من خلال كلمة كافي شون يعني ش رح نقول رح نقول كا في كافي واضح اتباه شون فتحة حتى لا تنسي كافي إذن المجال الكربائي هو أصلا قانون الرئيسي مجال هو القوة على الشحنة الاختبارية هو مقدار القوة على الشحنة الاختبارية فحتى المجال كافي من أشوف مجال إذن أجي على هذا المثلث بما أنه هذا المثلث بكم حرف بثلاث حرف أقدر أطلع من عنده ثلاث قوانين أي مثلث بثلاث حرف أقدر أطلع من عنده كم قانون ثلاثة أول قانون هو الإي اللي هو المجال إذا تريده خلي إيدك عليه شي بقى F على Q F على Q فتحة إذا عردت Q إذا عردت Q أنا أزلها Q فتحة ماذا ستساوي إني أفتح خط كسر ليش لأنه هذا خط كسر يا ولد هذا شنو خط كسر فخلي إصبع على Q شي بقى F على E F على يمن على E إذا عردت F أنزل يساوي إني هذا الخط دائما يكون ضرب فهنان F E في Q E في من في Q فتحة واضح فصارت عندي كم قانون وصارت عندي ثلاث قوانين أقدر أطلعها من هذا Joker ما للمجال ولا تنسا هي شحنة تدخل بداخل المجال وبتعدد فمن تبتعدد حج شتويا قلت له هذا المجال كافي فتحوظه كافي كافي حتى لو كتبت منها Q F E نهم من المرح يطلع غلاط القانون يطلع صحيح فهنان نحسا نحن نعرف ذن الحروف حيث أن أدنا E هو المجال مجال الكهربائي ووحدته بعد تمقسم F على Q F هي نيوتن وQ كولوم إذن وحدة نيوتن على كولوم الQ أخذناها قبل شوية قلنا الشحنة هي شحنة الاختبارية طبعا وحدتها كولوم وعدنا F همين أخذنا القوة وحدتها هو النيوتن قصرت هذه الـ 3 كميات والوحدات مالتها أدي هنا ملاحظات أو بالأحرى ملاحظة وحدة الملاحظة هاي راح نعي ودا يعني أخم مرة قلتك هنا الملاحظة ملاحظة يجب التخلص من بادئة الشحنة دائما الشحنة ستجي بها بادئة عادة يعني نقول نتخلص من بادئة الشحنة Q يعني كيف أخذناها قبل شوية قلنا عندنا الشحنة البادئات هي ملي مايكرو هنا ماكو سنتي كولوم يعني من الملي يبدو ملي مايكرو نانو بيكو الملي M المايكرو U وفيها ذيال طويل نانو N البيكو B فهسا هنا نجي نشوف شن اللي قاب لل M هو 10 السالب 3 هنا اللي قاب ل مايكرو 10 السالب 6 اللي قاب لل nano 10 السالب 9 اللي قاب ل بيكو 10 السالب 12 ها يضلون ها يضلون تحفظوها اوكي فعلى سبيل المثال مثلا الناخر مثال Q جاني فرضان اشيحنا جدي مثلا 7 نقول nano column فهنان Q تنزل 7 تنزل column تنزل الان احذفها اضل بداية 10 السالب 9 حلو فسنجي نحل الاسئلة طبعا بس كواللو مشوية طوال نبي والبقية ترى كون انه هنش سهلات ما بيهن شي فسنجي على هذا المجموعة هذا اول سؤال المجموعة هذا السؤال 2013 دور ثاني شحنة كهربائية مقدارها Q 2 في 10 السالب 9 وضعت عنده نقطة B في مجال كهربائي السؤال واضح مبين مجال مقدار يد 2 في 10 3 نيوتن على كولون حتى الوحدة مبين احسب القوة المؤثرة في تلك الشحنة شن المجموعة F فاني مباشرة اجعل منع القانون الماتي اللي وهذا المثلث اللي ويقول كافي كافي واضح انت شن في Q فتحة اذا F تساوي إيج قد ناطينا 2 في 10 S موجب 3 في Q 2 في 10 S سالب 9 احس احنا هناش نسوي نتعامل ويالرقام موحد ويالصيغل السيا واحد مثل ما اتعلمنا 2 2 4 10 S موجب 3 10 سالب 3 ناخذ إشارتي كبير ونطرح 9 ناقص 3 6 والوحدة نيونتن لأنه تطلع قوة هذا بالنسبة للسؤال الذي ورد 2013 ننتقل على السؤال الذي بعده 2017 في الدور الأول 2017 دور أول هذا السؤال يقول شحنة كهربائية Q يساوي 3 مايكرو كولوم وضعت في مجال كهربائي فتأثرت بقوة القوة 24 نيونتن احسب مقدار المجال المؤثر في الشحنة احسب مقدار المجال المؤثر في الشحنة يعني هو المجال المجهول مباشرة نأتي على القانون المات الذي هو هذا المجال كافي واضح الآن الذي أريد أكتبه ونحن يبقى F على Q F على يمن على Q فتح F فتح فتح F فجغيت F هنا طبعا F F 24 24 واللي Q ثلاثة ثلاثة بس تبع عليها شين الوحدة مايكرو احنا اتفقنا بأنه لازم بادي عشين سوى نتخلص منها فهنا للثلاثة لازم نضربها في 10 أس سالب 6 لأنه جيد مطنية بالمايكرو واضح تسويها برا تسوي داخل صحيح مايكرو مشكلة هسا هنا عندي اختصار على ثلاثة هاي بيها واحد على ثلاثة بيها ثمانية ثلاثة 24 هسا نجي نكمل اذا اي يساوي 1 على ثمانية ثمانية في 10 اس هاي راح اصعدها فوق شصر هي سالب 6 شصر موجب 6 والوحدة نيوتن على كولون ننتقل على السؤال بعده هذا السؤال الخير وننتقل على غير هذا السؤال شحنة كهربائية موجبة مقدارها 2 في 10 السالب 9 كولون هنا نجي نكتب هذا 2018 دور ثاني عدنا شحنة كهربائية موجبة مقدارها Q جد 2 في 10 السالب 9 كولون وضعت في مجال كهربائي مقدار أربعة في 10 موجبة 3 نيوتن على كولون احسب مقدارها قوة المؤثرة على الشحنة F وحتى هنا ثلاث متغيرات نبين هذا السؤال اذا اجياني عني العقانون ماتي اقول هذا المجال كافي زين شنو المجهول F F تكتبه خلي اصبعك عليه دائما ذول ثانين بلاناتهم عملية ضرور الجو دائما يكون العملية ضرور إذن E في Q فتحة F تساوي إذن E جاءت مطينيها 4 في 10 أس ثلاثة في Q جاءت 2 في 10 أس سالب 9 حلو طبعا هذا السؤال هو مشابه تقريبا لهذا السؤال بس هنا 2 في 10 أس ثلاثة في 2 أس ثلاثة هنا أربعة طالب مقدار القوان مؤثر في الشحن هنا طالب مقدار القوان مؤثر في الشحن نفسه لكن هذا 2018 دور ثاني هذا 2013 دور ثاني الثنين هم طالب نفس المطالب فقط حتى نفس الأرقام فقط نغير مقدار المجال هنا 2 10 3 4 10 3 فشوف الأسئلة الوزارية جاءت تكارغلها فإذن F يساوي قلنا نتعامل رقم 1 4 2 8 ويصير لسية 1 10 إذا نأخذ شارتك كبير ونطرح 9 3 6 1 نتعامل نحن هنا قد ختمنا المجموعة الثانية في الفصل الأول باعتبار ختمنا مساءل الفصل الأول أوكي